السلام عليكم وأهلا بكم من جديد على قناتكم سوفتوار بالعربي في هذا الفيديو أحضرت لكم برنامج من أقوى البرامج الخاصة بحماية الهاتف من الفيروسات ولجمات الإلكترونية أثناء التصفح في الإنترنت ومزايا أخرى اسم البرنامج كليف جورد أنتي سبيوير وهو متوفر على نظام أندرويد وكما ترون في الموقع الرسمي خسائص البرنامج ريال تايم بروتكشن أغانست سبيوير يعني حماية متواصلة أولى الوقت يعني سيقوم بحذف البرامج الضارة والملفات الضارة بالضغطة واحدة ثالثا البرنامج يقوم بإعلامك في حالة استخدام المايكروفون أو الكاميرا في حالة التجسس البرنامج له القدرة كذلك على اكتشاف البرامج أو التطبيقات المخفية على الجهاز متوفر على جوجل بلاي ستور سنقوم بالدخول إلى جوجل بلاي ستور بهذا الشكل أنا قمت بتحميله سنقوم بالدخول بهذا الشكل سنقوم بعمل سكيب ثم نقوم بعمل ستارت هنا سنقوم بعمل ساين أب في حال لم يكن لدينا حسابه أو التسجيل عن طريقة جوجل بهذا الشكل الآن سنقوم بالدخول كما ترونها وفتح معنا البرنامج فيما يخص البرنامج هو مجاني لكن هناك بعض الميزات التي تحتاجه التطوير للنسخة المدفوعة أولا سنتحدث عن ما هو متاح بشكل مجاني لأن النسخة المجانية أيضا جيدة جدا فهي تمنحنا خاصية عمل سكان للملفات الداخلية للجهازة وسيتعرف البرنامج على أي فيروس موجود أثناء عملية السكان بل وأنه سيتعرف حتى على التطبيقات المتجسسة والتي لها صلاحيات حساسة في الجهازة وتطبيقات المخفية أيضا فلنقوم بتجربة عمل سكان للملفات الداخلية بهذا الشكل ثم نقوم بالضغط على ستوراج ثم نقوم بإعطائه الصلاحية وننتظر ريثما تنتهي عملية السكان كما ترون انتهت عملية السكان لكن أعطاني تنبيها بخصوص هذا التطبيق TrueColor وفيها كما تعرفون تطبيق TrueColor لديه صلاحية الإطلاع على الرسائل والمكالمات لكن كلنا يعرف بأن هذا التطبيق آمن لذا لا دعي لحذفه هنا لدينا خاصية أخرى في النسخة المجانية JunkClean ستقوم بحذف الملفات وتوفير المزيد من المساحة أنا سأقوم بحذف فقط الأب كاش سأقوم بClean انتهت العملية بسرعة هنا لدينا App Audit سنقوم بالدخول إليها وهنا ستظهر كل التطبيقات المثبتة للجهاز بما في ذلك التطبيقات الخبيثة أو التطبيقات المخفية التي لا تظهر والآن ننتقل إلى أهم وأروع ميزة في هذا البرنامج والتي تحتاج إلى التطوير للنسخة المدفوعة وهي Real Time Protection كما ترون ها هي نقوم بعمل Try It وهنا سنقوم بإعطائه الكثير من الصلاحيات حتى يتمكن من التحكم بالجهاز وطرد الفيوريسات أثناء التصفح في الأنترنت أو أثناء التعرض إلى أي هجوم سنقوم بإعطائه هذه الخاصية الأولى ثم نقوم بإعطائه هذه الخاصية كذلك والآن خاصية Real Time Protection هي مفاعلة وخاصية Automatically Scans كذلك مفاعلة ومن هذه النقطة سيبدأ التطبيق مهمته في مراقبة الجهاز وحمايته طوال الوقت وبشكل آني يعني مباشرة عند تعرضك لأي فيروز أو ملف دار أو شيء كهذا سيخبرك في الحالة أو يقوم بحث فيه مباشرة فتكون قد وفرت حماية ممتازة جدا لجهازك فيما يخص فتح هذه الخاصية أو الاشتراك فسعرها جدا 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 رخيصة سنتوجه إلى الموقع مرة أخرى لنرى كما ثمن الاشتراك الاشتراك جدا جدا رخيصة سعر الاشتراك السنوي بـ 29.99 دولار لكن هناك اشتراك أفضل وهو الاشتراك الشهري سنقوم بعمل Upgrade كما ترون الاشتراك الشهري بـ 4.99 دولار يعني سعر رخيص جدا 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 وفي المقابل ستوفر حماية متواصلة لجهازك الأندرويد أظن أن البرنامج متكامل وفعال جدا خاصة بعد التطوير للنسخة المدفوعة يعني سيصبح أمان للجهاز وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذا الفيديو إذا كان لديكم أي استفسار بخصوص هذا التطبيق أو شيء آخر اكتبوا لي في التعليقات ولا تنسوا وضع اللايك في الفيديو واشتركوا في القناة إذا كنتم غير مشتركين ونلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله